الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمحاضرة اليوم في تفسير الآيات من سورة البقرة من الآية رقم 76 إلى الآية التاسعة والسبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هذه الآيات بالنسبة للقراءات لا يوجد فيها أوجه تتعلق بالمعنى وأما المناسبة فما زال الحديث في سرد مخاز اليهود وأنواع فساقهم وفجارهم وقد ذكر في الآيات العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم والاستيقان ثم العوام الذين قلدوهم ونبه على أنهم في الضلال سواء لأن العالم عليه أن يعمل بعلمه وعلى العام ألا يرضى بالتقليد والظن وهو متمكن من العلم لغويات الآيات قوله الأميون في قوله ومنهم أميون جمع أمي وهو من لا يكتب ولا يقرأ منسوب إلى أمة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون أو إلى الأم بمعنى أنه كما ولدته أمه أو إلى أم القرى لأن أهلها لا يكتبون غالبا والمراد أنهم جهلة والكتاب التوراة كما يقتضيه سياق النظم وسباقه فاللام فيه إما للعهد أو أنه من الأعلام الغالبة وجعله مصدر كتب كتابا واللام للجنس بعيد أماني جمع أمنية وأصلها أمنونة أفعولة وهو في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه والاشتقاق من منى إذا قدر لأن المتمني يقدر في نفسه ويحزر ما يتمناه وكذلك المختلق والقارئ يقدر أن كلمة كذا بعد كذا ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ الويلو الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة وهي مصدر لا فعل له من لفظه وما ذكر من قولهم والا مصنوع ولا يثنى ولا يجمع ويقال ويله ويجمع على ويلات وإذا أضيف فالأحسن فيه النصب ولا يجوز غيره عند البعض وإذا أفرته أختير الرفع ومعناه الفضيحة والحسرة وقال الخليل بن أحمد الويل شدة الشر وقال سيبويه ويل لمن وقع في الهلكة وويح لمن أشرف عليها وقال الأصمعي الويل تفجع والويح ترحم وقال غيره الويل الحزن وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويس وويه وويك وويب ومنهم من فرق بينها وقيل هي كلمة تفجع وقد تكون ترحما ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب وقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا لكن لم يقرأ بذلك أحد الآثار الواردة في الآيات عن ابن عباس وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي بصاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وعن ابن عباس في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا الآية يعني المنافقين من اليهود كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا وقوله بما فتح الله عليكم يعني بما أكرمكم به وقال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكذا قال الربيع ابن أنس وعن قتادة في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالهم اليهود وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض نهى بعضهم بعضا أن يحدثوا بما فتح الله عليهم وبيّن لهم في كتابه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم رفعته ونبوته وقالوا إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا عليكم بذلك عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال ما يعلنون من أمرهم وكلامهم إذا لقوا الذين آمنوا وما يسرون إذا خلا بعضهم إلى بعض من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم وروا بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن فقال رؤساؤهم من أهل الكفر والنفاق اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وقرأ قول الله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون يعلموا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر فلما أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون أليس قد قال الله لكم كذا وكذا فيقولون بلى فإذا رجعوا إلى قومهم يعني الرؤساء قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الآية وقال أبو العالية أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من نعة محمد صلى الله عليه وسلم وعن قتاده أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قال قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة تحت حصونهم فقال يا إخوان القردة والخنازير فقالوا من أخبر هذا الأمر محمدا ما خرج هذا القول إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما حكم الله للفتح ليكون لهم حجة عليكم وعن مجاهد هذا حين أرسل إليهم علي فآدوا محمدا صلى الله عليه وسلم وقال السدي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم قال هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم وقال عطاء الخراساني أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يعني بما قضى لكم وعليكم وقال الحسن البصري هؤلاء اليهود كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصمونكم وقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون قال أبو العالية يعني ما أسروا من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوبا عندهم وكذا قال قتاده وقال الحسن أن الله يعلم ما يسرون قال كانوا ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخلى بعضهم إلى بعض تناهوا أن يخبر أحد منهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فتح الله عليهم مما في كتابهم خشية أن يحاجهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عند ربهم وما يعلنون يعني حين قالوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آمنا وكذا قال أبو العالية والربيع وقتاده وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أن امرأة من اليهود أصابت فاحشة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبتغون منه الحكم رجاء الرخصة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالمهم وهو ابن سوريا فقال له احكم قال جبئوه والتجبئة يحملونه على حمار ويجعلونه على وجهه إلى ذنب الحمار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفبحكم الله حكمت قال لا ولكن نساءنا كنا حسانا فأسرع فيهن رجالنا فغيرنا الحكم وفيه أنزلت وإذا خلا بعضهم إلى بعض الآية وعن أبي العالية أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يعني من كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم به وما يعلنون أي حين قالوا للمؤمنين آمنا وعن ابن عباس في قوله ومنهم أميون قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله وقال قد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الأثر بإسناده في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظر والله أعلم قلت وهو كما قال فإن إسناده ضعيف وعن ابراهيم النخعي في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب قال منهم من لا يحسن أن يكتب وقال أبو العالية والربيع وقتادة وغير واحد نحو ذلك وعن ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يدرون ما فيه وإنهم إلا يظنون وهم يجحدون نبوتك بالظن وعن مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني قال أناس من يهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب أمانية يتمنونها وعن الحسن البصري نحو ذلك وقال أبو العالية والربيع وقتادة إلا أماني يتمنون عن الله ما ليس لهم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إلا أماني قال تمنوا فقالوا نحن من أهل الكتاب وليسوا منهم وعن ابن عباس إلا أماني إلا أحاديث وعن ابن عباس في قوله إلا أماني يقول إلا قولا يقولون بأفواههم كذبة وعن مجاهد في قوله إلا أماني قال إلا كذبة وإنهم إلا يظنون قال إلا يكذبون وقال قتادة وأبو العالية والربيع يظنون الظنون بغير الحق وأخرج أحمد وهناد بن السري في الزهد وعبد بن حميد والترمذي وابن أبي الدنيا في صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وابن مردوية والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث ابن لهيعة قال ابن كثير لم ينفرد به ابن لهيعة ولكن الآفة ممن بعده وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر والله أعلم قلت يعني بذلك دراجا أبا السمح فإن روايته عن أبي الهيثم مناكير وروا ابن جرير عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قال الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهون ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة ولذلك غضب الله عليهم فرفع بعض التوراة فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون قال ابن كثير وهذا غريب أيضا جدا وأخرج البزار وابن مردوية عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في النار حجرا يقال له ويل يصعد عليه العرفاء وينزلون فيه وأخرج الحربي في فوائده عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا عائشة فجزعت منها فقال لي يا حميراء إن ويحك أو ويك رحمة فلا تجزعي منها ولكن اجزعي من الويل وهذان أيضا لا يصحان وقال أبو عياض ويل صديد في أصل جهنم وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت وعن ابن عباس الويل المشقة من العذاب وعن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود وعن قتادتهم اليهود وعن ابن عباس في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به ثمنا قليلا وعن قتادة في الآية قال كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتابا بأيديهم ليتأكلوا الناس فقالوا هذه من عند الله وما هي من عند الله وعن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه غضا لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم وعن ابن عباس في قوله ليشتروا به ثمنا قليلا قال عرضا من عرض الدنيا فويل لهم يقول فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم وقال الحسن بن أبي الحسن البصري الثمن القليل الدنيا بحذافيرها وعن إبراهيم النخعي أنه كره كتابة المصاحف بالأجر وتلى هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وعن الأعمش أنه كره أن يكتب المصاحف بالأجر وتأول هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله أقوال المفسرين قوله ليحاجوكم به عند ربكم أي ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابه جعلوا محاجتهم به وقولهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو في كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد وقوله أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون الاستفهام فيه للإنكار مع التقريع لأن أهل الكتاب كانوا عالمين بإحاطة علمه تعالى والمقصود بيان شناعة فعلهم بأنهم يفعلون ما ذكر مع علمهم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وفيه إشارة إلى أن الآتب المعصية مع العلم بكونها معصية أعظم وزراء والظاهر حمل ما في الموضعين على العموم ويدخل فيه الكفر الذي أسروه والإيمان الذي أعلنوه واقتصر بعض المفسرين عليهما وقيل العداوة والصداقة وقيل صفته صلى الله عليه وسلم التي في التوراة المنزلة والصفة التي أظهروها افتراء على الله تعالى وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان إما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الإسرار غالبا فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية وإما للإذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمر قيل وإما للمبالغة في بيان شمول علمه المحيط بجميع الأشياء كأن علمه بما يسرون أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما في الحقيقة على السوية وعكس الأمر في قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لأن الأصل فيما تتعلق المحاسبة به هو الأمور البادية دون الخافية يقول تعالى ومنهم أميون أي ومن أهل الكتاب والأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتاب وهو ظاهر في قوله لا يعلمون الكتاب أي لا يدرون ما فيه ولهذا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمي لأنه لم يكن يحسن الكتاب كما قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وقال عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا الحديث أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقال ابن جرير نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه في جهله بالكتاب دون أبيه ثم قال ابن جرير معقبا عما رواه عن ابن عباس في معنى الأميين وهذا التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم وذلك أن الأمي عند العرب الذي لا يكتب إلا أماني قال ابن جرير والأشبه بالصواب أن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله على موسى شيئا ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذبا وزورا والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب وقيل المراد بقوله إلا أماني بالتشديد وبالتخفيف أيضا أي إلا تلاوة فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعا واستشهد على ذلك بقوله تعالى إلا إذا تمنى أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته الآية وقال كعب بن مالك الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر وقال آخر تمنى كتاب الله أول ليله تمني داوود الزبور على رسلي وقال الآلوسي إلا أكاذيب أخذوها تقليدا من شياطينهم المحرفين وقيل إلا ما هم عليه من أمانيهم أن الله تعالى يعفو عنهم ويرحمهم ولا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم وقيل إلا مواعيد مجردة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا وأن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة والاستثناء على ذلك منقطع لأن ما هم عليه من الأباطيل أو سمعوه من الأكاذيب ليس من الكتاب وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عادية عن معرفة المعنى وتدبره فالاستثناء حينئذ متصل بحسب الظاهر وقيل منقطع أيضا إذ ليس ما يتلى من جنس علم الكتاب واعترض على هذا الوجه بأنه لا يناسب تفسير الأمي وأجيب بأن معناه أنه لا يقرأ من الكتاب ولا يعلم الخط وإما على سبيل الأخذ من الغير فكثيرا ما يقرؤون من غير علم بالمعاني ولا بصور الحروف وفيه تكلف إذ لا يقال للحافظ الأعمى إنه أمي نعم إذا فسر الأمي بمن لا يحسن القراءة والكتابة على ما ذهب إليه جمع لا ينافي أن يكتب ويقرأ في الجملة واستدل على ذلك بما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية أخذ الكتابة وليس يحسن الكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله إلى آخره ومن فسر الأمي بما تقدم أول الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمر بالكتابة وأطال بعض شراح الحديث الكلام في هذا المقام وليس هذا محلة وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا الآية هؤلاء صنف آخر من اليهود وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل أموال الناس بالباطل وقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء وويل لهم مما أكلوا به من السحت قال الآلوسي قيل المراد بما يكسبون جميع الأعمال السيئة ليشمل القول ولا يخفى بعده وعدم التعرض للقول لما أنه من مبادئ ترويج ما كتبت أيديهم والآية نزلت في أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رياستهم بإبقاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم على حالها فغيروها وقيل خاف ملوكهم على ملكهم إذا آمن الناس فرشوهم فحرفوا قال والقول بأنها نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا كتابا بل كتبوا بأيديهم كتابا وحللوا فيه مختار وحرموا مختار وقالوا هذا من عند الله غير مرضي كالقول بأنها نزلت في عبد الله بن السرح كاتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير القرآن فارتد المعنى الإجمالي يعدد تعالى أصنافا من مجرم اليهود الذين لم ينتفعوا بالمواعظ ولم تخشع قلوبهم للآيات فقد كان بعضهم إذا التقوا بالمؤمنين قالوا لهم إنهم يؤمنون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن للعرب خاصة وذلك هروبا منهم من الانقياد له وقد كانوا يستفتحون به على الذين كفروا كما سيأتي بيانه فإذا خرجوا من عند المؤمنين وخلى بعضهم إلى بعض قال بعضهم مستنكرا على من فعل ذلك كيف تحدثونهم بأنه رسول من عند الله وأن لديكم علمه في كتابكم لكنه ليس لكم ثم هو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا فيحتجون عليكم بذلك ويلزمونكم باتباعه من كتاب ربكم اجحدوه ولا تقروا به إن كنتم تعقلون وقد رد الله عليهم بأنه يعلم ما يخفون في أنفسهم وما يدور بينهم سرا كما يعلم كذبهم فيما يعلنونه للمؤمنين وأنهم يعلمون ذلك وهذا أشد في جرمهم وصنف آخر إنما هم جهلة لا يعرفون كتابهم ولا يقرؤونهم وإنما يتحدثون تقليدا بالأكاذيب التي يتلقفونها من أحبار السوء ومن ذلك أنه ليس في كتابهم صفته صلى الله عليه وسلم فيجحدون نبوته بالظن الكاذب ثم توعد الله بالوعيد الشديد والعذاب الأكيد أعظم الأصناف جرما وهم هؤلاء الأحبار وهم هؤلاء الأحبار الذين يزينون لهؤلاء جميعا الباطل فيكتبون لهم الكذب بأيديهم ثم ينسبونه للتوراة ويقولون لهم إنه من عند الله لتبقى لهم رياستهم في الدنيا والأموال التي يجنونها من وراء ذلك فسوف يلقون العذاب الأليم على ما كتبته أيديهم فضلوا وأضلوا به وعلى ما كسبوه من وراء ذلك من متع فانية وظل زائل من مسائل الآيات الأولى ما روي في تفسير ويل بأنه واد في جهنم تقدم أنه لا يصح وقد قال الآلوسي وورد من طرق صحح الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الويل واد في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وفي بعض الروايات إنه جبل فيها وإطلاقه على ذلك إما حقيقة شرعية وإما مجاز لغوي من إطلاق لفظ الحال على المحل ولا يمكن أن يكون حقيقة لغوية بأن العرب تكلمت به في نظمها ونثرها قبل أن يجيء القرآن ولم تطلقه على ذلك وقد توعدهم الله تعالى في أول الآية بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب ثم قال فويل لهم مما كتبت أيديهم فقال بعضهم التحقيق أن العبد كما يعاقب على نفس فعله يعاقب على أثر فعله لإفضائه إلى حرام آخر وهو هنا يفضي إلى إضلال الغير وأكل الحرام فبين في الأولى استحقاقهم العقاب بنفس الفعل وفي الثانية استحقاقهم له بأثره وقيل فائدة ذكر الويل ثلاث مرات أن اليهود جنوا ثلاث جنايات تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء على الله وأخذ الرشوة فهددوا بكل جناية بالويل المسألة الثانية أطنب السيوطي هنا في ذكر الآثار الواردة في كراهة بيع المصاحف وشرائها عن جماعة من السلف ثم أردف ذلك بذكر من رخص فيها والذي يعنينا هنا أنه لا دلالة في هذه الآية على شيء من ذلك ولا تعلق لها به ومن ذكرها هنا من أهل العلم لعله من باب الزجر والتخويف لا من باب تفسير هذه الآية قال الآلوسي ولا أرى في الآية دليلا على المنع من أخذ الأجرة على كتابة المصاحف ولا على كراهية بيعها والأعمش تأول الآية واستدل بها على الكراهة وطرف المنصف أعمى عن ذلك نعم ذهب إلى الكراهة جمع منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وبه قال بعض لا إمة لكن لا أظنهم يستدلون بهذه الآية وتمام البحث في محله ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر